عاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى القاهرة عقب مشاركته في اجتماعات الجمعية المئة أربعة وأربعين للاتحاد البرلماني الدولي كانت مشاركة رئيس مجلس النواب قد شهدت نشاطا مكسفا حيث ألقى كلمة حول موضوع النقاش العام للجمعية تناول فيها رؤية المصرية ومجودات الدولة في مكافحة تغير المناخ على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل بلورة جهد قانوني ودولي منظم وعادل لمواجهة تلك الظاهرة السلبية